تقرير جديد يكشف عن تفاقم المأساة اليمنية التي جعلت من المدنيين مجرد أرقام في كشفات الضحايا تتوزعهم أهلة القتل والدمار التقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتي رصدت ووثقت خلال سبعة أشهر من بداية يوليو 2017 وحتى نهاية يناير 2018 أكثر من خمسة آلاف حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات البلاد تنوعت ما بين عشرين نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف كان لميليشيا الحوثي في الجرائم نصيب الأسد تليها قوات التحالف العربي التحقيق أجري في 2432 حالة ادعاء منها 1188 حالة توزعت على 550 قتيلا و579 جريحا فيما قتل 19 وجرح 55 نتيجة زراعة الألغام الفردية سجلت اللجنة الوطنية 417 حالة تهجير قسري ومقتل 255 خارج إطار القانون بالإضافة إلى توثيق 1194 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري التقرير رصد 128 حالة تعذيب ومعاملة لا إنسانية وسجل 54 حالة تفجير منازل كما وثق أكثر من 160 حالة اعتداء على حرية النقل ورصد أربع وقائع ادعاء بانتهاك الطائرات الأمريكية من دون طيار نتج عنها سقوط 25 ضحية من المدنيين إلى جانب انتهاكات أخرى تضمنها التقرير كتجنيد الأطفال وزراعة الألغام واستهداف المنشآت الطبية والأعيان التاريخية وتفجير المنازل والتهجير القسري ومنع الحركة والتنقل بين المدن التقرير بحسب رئيس اللجنة يعد امتدادا للتقارير السابقة التي أعدتها اللجنة ضمن منهجية واضحة ومعايير دولية فيما بلغ عدد حالات الادعاء في التقارير السابقة 17122 حالة هذا ما وصلت إليه ووثقته اللجنة الوطنية فيما يظل مسرح الجريمة في مربع ميليشيات الحوثي وسجون الإمارات بمعزل عن التحقيقات ومعرفة الحقيقة وكشف ما يحدث فيها من جرائم غيظ من فيض مأساة تتعدد في هذا البلد بتعدد الجناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر